هو إزالة الرجل شعر جسد ومش ممنوعة شرعاً يعني يعني والشرع الشريف طبعاً استحب إزالة الشعر من مواطن معينة وجعلها من سنن الفطرة طبعاً شعر الإبط وشعر العانة عند الرجل وعند المرأة وإذا أراد الرجل أن يزيل شعر جسد وبالكامل الشرع ما بيواجبش عليه لازم يبقى الراجل يعني محتفظ ببقية شعر الجسد يعني حتى لو الراجل حبي يزيل شعر صدره زي ما بنشوف أحياناً مثلاً في بعض الرياضات أو كذا اللجوء إلى بعض الوسائل الحديثة لإزالة الشعر الجسد بالليزر عن طريق ضعاف البصيلات بنبضات الليزر بحيث أنه يطلعش تاني أو تحتاج أنك تعيد عليها كل مدة الأصل برضو ما فيهش حاجة سواء للرجل أو للمرأة هوية المشكلة بس اللي ممكن تواجهنا هي قضية استعمال هذا في أماكن العورة يعني حتى لو الست راح تمركز مأمون وبتاع واستعمال ده في شعر الجسد اللي هي في غير أماكن العورة شعر السقين شعر الزراعين شعر الإسر وسيدة ما فيهش فيه منع وبتعمله سيدة إنما المشكلة عندنا لو اللي بيعمل ده راجل يعني مختلف الجنس فده يبقى لا نجيزه أو اللي بيعمل ده في مواطن العورة أنا ما بقولش إن ده فعله في مواطن العورة بالمناسبة ممنوعة أنا بس بطرح سؤال وهجاوبه إحنا عندنا في الفقه ذكر الفقهاء الحنابلة إن يجوز للمرأة أن تستعين بمرأة أخرى مأمونة بتساعدها في إزالة الشعر الخاص إذا لم تستطع هي أن تفعلها ما هو ده اللي بحس الوقت يا دابتور إنه السيدات بيزيلوه في أماكن العورة عن طريق طبيبة أيوة فأنا بقول ممكن ممكن بناءً على كده إن إحنا نسمح عظيم بهذا بناءً على هذا التفصيل وهذا الشكل اللي أنا بقول مكان مأمون اللي تقوم به طبيبة أكيد طبيب مش تبقى عادة بتعملها العملية عادة بتتأملها يعني الأمور دي بتاع بعضه فيها قدر من الستر وقدر من هم غالباً طبيبات متخصصين في المجال الجلدية وما إلى ذلك فأنا بقول بناءً على التفصيل اللي ذكره فقهاء الحنبلة ده ممكن بناءً عليه نجيز لمن احتاجت ذلك من النساء أو الرجال بالمناسبة برضو بشارة اتحاد الجنس والاحتياج إلى ذلك عظيم أما باقي الشعر في سائر الجسد في الأماكن التي ليست من العورة فيجوز أيضاً فعلها إذا كان القائم بيها متحد الجنس مع أمن الفتنة أو مختلف الجنس بس من المحاق يعني ممن يجوز له للطلاع على العورة زوج وزوجة مثلاً زوج وزوجة دي طبيبة أو هو طبيب فتعمل له عملاء ما فيش مانعة ما فيش مانعة أصلاً بقى في أي حاجة أو